مارس الكولر الايام الاخيرة كان طلب فكرة او طلب او فكر في انه يضم مهاجم اجنبي تحت السن وبدأ يبحث عن لاعب تحت السن يضموا الاهلي في يناير بس لجنة التخطيط في النادي الاهلي تحفظت على الفكرة دي وما وفقتش عليها برضو حتى هذه اللحظة تقول لي ما بك يتعاودوا في النادي ما نقول لك حتى هذه اللحظة يعني لما الراجل طلب مهاجم اجنبي تحت السن وقال لهم ان هو شغال مع تيم وبيشوف كذا اسم ما عبدوش ترحيب قال له كفايا اللي موجود الراجل عايز مهاجم اخر واجنبي تحت السن طيب الفتر اللي فاتت من اكتر اللعيبة اللي شاركت مع النادي الاهلي ومش الموسم ده يعني الموسم اللي فاتت كلها اكتر لاعب حرفيا في النادي الاهلي ما كانش ليه بديل كل اللاعبين في النادي الاهلي كان لهم بدائل كل اللاعبين بما فيهم محمد الشناوي حتى محمد الشناوي لما لعب عالي الاطفة ادى كويس لما مستوى شو بدا لعب ادى كويس الوحيد اللي ما كانش ليه بديل للنادي الاهلي في الاهلي حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة هو علم علول قبل بداية الموسم في فضل الانتقاط الصيفية كان فيه اكتر من اسم مطروح انه ييجي النادي الاهلي عشان يبقى بديل لعالي معلول وكان منهم محمد شكري اللي موجود في سرماية كلوباترا والراجل مرحبش مارس الكولر مرحبش بيضم وقال ان كريم الدبيس اللي موجود معايا شبه ممكن يقدي المهمة عشان كده وده الخبر مارس الكولر بيفكر ان كريم الدبيس ياخد شوية في شوية الفترة اللي جاية عشان يبدأ يجهزه لخلافة علي معلول في المستقبل وده كلام مضبوط بس السؤال امتى ده ممكن يحصل الله اعلم ليه الاهلي عنده منافسة صعبة جدا في الدول الافريقية عنده منافسة صعبة جدا في دول الافريقية عنده منافسة صعبة جدا في كاس عامل الاندية غير الدوري غير الكاز غير السوبة الابطال غير 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 وكلها بطولات يعني عارف انت وبعدين انا اقول لك حاجة يقول لك ما هو في اوروبا يا عام بيعملوا التدوير ده عادي وما بيحصلش حاجة والدنيا بتمشي وعادي وما فيش مشكلة بس انا في اوروبا مثلا لو منشستر سيتي دخل بطولة كاس للتحاد الانجليزي بتشكيل احتياطية وخسر جماهير منشستر سيتي ما بتقفش كتير ما بتزعلش قوي لو دخل كاس كرباء وخسر بالتشكيل الاحتياطية بتعدي تمام هو اهم حاجة عندهم ايه الدول الانجليزي ودولة ابطال اوروبا لكن الاهلي لا الاهلي لو لعب دورة رامنطانية الدورة رامنطانية دي تجاه مهيره تقوله لازم تكسبها ما ينفعش تخسارها ما ينفعش فده نصبي الاهلي ده قادره يعني وده حاجة حلوة مش وحشة بالمناسبة يعني اقول لك ده الفرق انه هناك تقدر تغيره انت مرتاح لا لا انا عندي ما ده اقول لك الانح هتلاقي مثلا فرقة زي ريال مدريد ولا منشستر سيتي يبقوا في الدولة في الدولة بس عندهم مطش بعد ثلاث يام في دورة أبطالة أوروبا مهم جدا جدا فتلعب في تشكيل احتياطية في الدورة وممكن يخسر النقط كمان في المباراة دي يقول لك عادي هحاول عوضها بعد كده لكن لو انا لعبت بالتشكيل الأساسية مش هفلعب المطش بتاعة دورة أبطالة أوروبا اللي هاخرق فيه ده الحاجات دي عندنا صحبة جدا على فكرة هو أكتر واحد عارف يعملها مارسل كولر بس طبعا ما بيعرفش يعملها بنسبة 100% مش كل أحلامه بيعملها ما بيرعش كل اللعيبة فجأة يعني بيعملها بزكاء بس بيعملها بشكل رائع جدا بس مش المثالية زي اللي بتحصل في أوروبا طيب هو غزبا عنه بقول مش بيعملها بمثالية عشان هو غزبا عنه عشان الطلبات هنا غير الطلبات هناك زي ما قلت لكم النادي الأهلي عنده مواجهة مع السيمبل التنزاني في الدوري الأفريقي وطلب الساعة الكاملة الكاملة للجماهير في المباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري في استاد الكاهرة الدولي في إياب ربع نهاية الدوري الأفريقي الكاف بالمناسبة كان اشترط يعني حضور الساعة الكاملة في المباريات في الدوري الأفريقي طبعا الأهل مع الجهات المختصة هم اللي هيعرفوا ويوصلوا للقرار المناسب طيب